انتقد نائب وزير الدفاع الروسي أليكساندر فومين الولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها يوم أمس الأحد في حوار شانغريلا قائلا إن نشر الولايات المتحدة منظومة ثاد لدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية لا يساعد على تخفيف حدة التوتري في وضع شبه الجزيرة الكورية بل يؤدي إلى تفاقم الوضع هدف الولايات المتحدة بعد نشر منظومة ثاد في هذه المنطقة يتمثل في استكمال نشر نظام دفاعه الصاروخي العالمي لكن هذا القرار يعقل حل المشاكل القائمة في شبه الجزيرة الكورية ناهيك عن أنه أدى إلى زيادة اتفاقم الوضع بشأن اتهامات وزير الدفاع الأمريكي جيمس مارتس لقضية بحر السن الجنوبي خلال كلمة ألقاها يوم سبت في حوار شانغريلا قال فومي إن الصين دولة محبة للسلام وليس هناك إشك في ذلك أيها الأصدقاء الأعزاء الصين دولة كبيرة وودودة وهي محبة للسلام وتقوم حاليا العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية بالتعاون مع الصين